هي واحدة من شركات القطاع العام الحكومي المملكة بنسبة 60% للشركة القابدة للأدوية هي شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيموية التي تأسست عام 1991 لتتخصص في صناعة الأدوية ومستخدرات التجميل والمواد الكيموية ادرجت الشركة في البورصة المصرية عام 96 بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد وبرأس مال المصدر يبلغ 119 مليون جنيه كغيرها من الشركات الحكومية تواجه شركة القاهرة للأدوية عدة تحديات على رأسها ارتفاع تكاليف الانتاج حيث تضطر الشركة في اطال المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاطق الشركات الحكومية بيع نحو 31 مستخدرا دوائيا باقل من تكلفة الانتاج الحقيقية وهو ما يكبدها نحو مليونين و700 الف جنيه سنويا ومع زيادة اجور العاملين وعدم استقرار سعر صرف الجنيه والمنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص للأدوية لخفض موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل الى 53 مليون جنيه مقابل 56 مليون خلال العام الحالي اعتمد مجلس ادارة الشركة الخطة الاستراتيجية للعام المالي المقبل 2013-2014 حيث تضمنت رصد موازنة استثمارية تبلغ 32 مليون جنيه بهدف استكمال الاعمال التطويرية والانشائية لعدد من المباني التابعة لها اضافة الى توفير المزيد من المعدات اللازمة لعمليات الانتاج كما اعلنت الشركة عن عزمها ادخال نحو 13 مستخدرا دوائيا جديدا الى خطوط الانتاج اظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالي 2012-2013 تحقيل ارباح بلغت 35 مليون جنيه بزيادة تصل الى نحو 9% مطارنة بالفترة نفسها من العام المالي الصبر